ملعب سينبيل حيار رحمة نحن كانت واجدوا في ملعب سينبيل حيار رحمة اللي تابع قطاع مقاطعة تابريكت نحن اليوم اللي عندنا واحد الشيكاية مضرورين ضرار عندنا كبير منسبة لهذا الملعب هذا اللي انه هو مهمش وما بقى صالح الكرة القادم مبقاش للتكوين لتشي حاجة مبقى صالح لتشي حاجة اللي انه ولا محفر وحنا كنطالبوا من الناس المسؤولين يجيوا ويعودوا لنا هذا الملعب بحل الملعب الأخرى اللي كنشوفوها جميلة وراقية للتكوين والكرة القادم وحنا كيني عدات الجمعيات هنا يا اللي تيكونوا الوليدات الصغار ولعدنا ضرار فتطحوا الناد بالوليدات هنا أو البنيتات تيكون عندنا دائما ضرار ممكنك تكونوا واحد البنت أو واحد تري مبقى صالح لتكوين كنحنا تناشدوا اللي تناشدوا الناس اللي مكلفة بالقطاع ديال ملعب القرب يجيوا لعدنا ويشوفوا ان هذا الملعب رما فيه لا ما لا ضو لا تشي حاجة احنا كنعانيوا في هذا الملعب هذا وكنتمنى ويكونوا بحلوا بحل ملعب القرب اللي في حي السلام اللي في المريصة وانا حاجة وحدة اللي كتدير على ما السيفام حيث هذا الملعب هذا جاء يعني كما تنقولون مخبي ما بينش انا مأكد كو كان في الطريق حي السلام او في المريصة او في الشي بلاسة اللي هي شوية بينه في الطريق انا غادي ضروري غايتعاود ولكن هذا مهم ماش وعينا انا نسبلنا دلنا الشيكاية دلنا الشيكاية كنا تنظره ولكن ما ما تشي واحد ما جاعدنا تشي واحد ما يتوصل بينا احنا كالساكينة دي الاقامة السنابيل اللي مجاورة التيران السنابيل دي القرب كان عانيه بزاف من الوضعية دياله حيث كان في اللولوه مزيان ولكن ما لقاش واحد الهتيمام من طرف الجاية المسؤولة الشي اللي خلا تيران يتبهدله وولف واحد وضعية جدا مزرية كان لقاو صعوبة في اللعب التيران كامل ولا محفر وكيطلع منه ذاك الحجار وكيتش بليسه ودرار يضغيه طالبوا لجاية المسؤولة باش انهم يشوفوا من حالات من التيران هذا ويدروا في شي اصلاحات كي يستفدون منه جميع الفئات العمرية الكبار والناس الكبار في السن والشباب والفئات الصغرى كي يستفدونون الجمعيات كي على الفئات العمرية كي يستفدون منها تيران ذاك شعرش خصو خصو يتشاف منه الحال دياله في اقرب واقش ممكن كما يعلم الجامع ان هذه المدة شهرين او ثلاث شهر ما بقى ينش كان قدروا ندخلوا لذي الملعب باش ندروا الانشيطة الرياضية ديالنا علاش لان الملعب ولف واحد الوضعية غير مناسبة وما بقى يقدر يخلي دول اليافعين دول الوليدات الصغرين دول البنيات اعتقوا كل ما عندهم كما يعلم الجامع ان هذه الملعب فهو داخل اطار الدعم الملاكي ديال المبادرة الوطنية لتنمية البشارية وهذا المنبر كنوجه الرئيسي للسيد عامل عمالة السيلة كنقول لهم ان هذه المنبر الله يرحم الوالدين خوضوا بعيد الاعتبار في هذا الموضوع ارى الملعب ارى ماشي الصالح الرياضة الكورة القادم وخاصهم يشوفهم الحقيقة الشباب والشابات اللي احنا كالجمعية كنشطام عن طارق نشاط الرياضي والحماية ديالهم من الانحراف احنا نسبة الكورة القادم النسوية هنا هاد الملعب طلع عدات ديال البنات وتبارك الله رامو تلعبوا فق اقصام وطنية تشرف وتنكونهم هنا هنا هنفين تطوروا البنتات وهنفين تخدموا دبانا غنا نحبسو من انا نسبة لي ما غاديش نمقى ويترينوا البنتات هنا حتي تصلح هذا الملعب لان ما بقى صالح لتكوين وحنا فتطور ديال كورة القادم النسوية وتوهوج الحمدلله ومشكورة ان الليجان تقنية اللي كتوفر لهذه البنتات هذه الظروف فين يخدموا كانت منه ان شاء الله يبادرون لنا بضموا باداراتي وعودوا لنا الملعب اقرب وقت ان شاء الله كانوا وجهني دا المسؤولين يجي شبوا هذه الملعب هذة كيداير الملعب كله تحفر القزون دياله مبقاش دراي الصور كيتيحوا هنا وكييلعبوا فيه تاة نسبة تاواتي هنا ديال كورة القادم وانتو ماتوا تشبوا الحالة كيدايرا دياله نحنا تنوجهون دا المسؤولين الله يزازيهم بخير يجي شبوا هذه الملعب هذة اقبال هذه الملعب هذة ولكن الملعب هذة تشبوا الحالة كيدايرا لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس